ومع اشتداد المعارك على الأرض وموصلة الغرب مد أوكرانيا بالأسلحة والعتاد أعلنت وزارة الدفاع الروسية إدخال الفوج الثاني من صواريخ الباليستية العابرة للقرات أفانغارد الختمة القتالية مع طبرة أن منظمة صواريخ هذه ستعزز فعالية قوات الصواريخ استراتيجية الروسية وستوسع قدراتها القتالية بدوره أشاد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو بالقوات الصاروخية استراتيجية ودورها في الردع نووي لضمان أمن روسيا لافتاً إلى ضمان جاهزية قوات الصواريخ استراتيجية لتنفيذ المهام التي توكل إليها الصواريخ فرط الصوتية هي صواريخ قادرة على إيصال شحنات نووية بدقة إلى هدفها المحدد وتعمل روسيا والصين والولايات المتحدة على تطوير نماذج أولية لها نتعرف إلى أبرزها أحد أبرز الأسلحة الفرط الصوتية التي تمتلكها روسيا في الخدمة هي مركبة زلاق فرط صوتية تدعى أفانغارد تقول إن أقصى سرعة لها تصل ما بين 20 و27 ماخ وتستطيع حمل رأس نووية تزين 2 ميجا تون يصل مداهل ما يزيد عن 6 ألف كيلومتر تقريباً تمتلك روسيا أيضاً الصاروخ البلستي كينزال الذي يطلق من الجو بمتى يتراوح بين 1500 كيلومتر إلى 2000 كيلومتر بإمكاني حمل رأس حربي نووي أو تقليدي بوزن 500 كيلو تون ومع مطلع ديسامر 2021 تم الإعلان عن منظومة تسيركون الصاروخية فرط صوتية مضادة للسفن قادرة على القيام برحلة طويلة المدى تصل سرعتها نحو 2.65 كيلومتر في الثانية أما الولايات المتحدة فقد نجحت مؤخراً في إطلاق تجربة أول صاروخ فرط صوتي يدعى AGM-1A3A جرى تصميمه ليصل إلى سرعة 24.695 كيلومتر في الساعة أي ما يعادل 20 مرة سرعة الصوت إضافة إلى صواريخ التنفيذ الجو فوق الصوتي التي تدعى هوك قادرة على بلوغ سرعات تفوق سرعة الصوت بخمس مرات الصين تشارك أيضاً في سباق التسلح فرط الصوتي حيث قامت باختبار على نطاق واسع لصاروخ DF-17 وهو صاروخ بلستين متوسط المدى سممته بكين خصيصاً لحمل مركبات انزلاقية فائقة السرعة كما تم اختبار صاروخ طراز DF-ZF المصمم أيضاً خصيصاً لحمل مركبات انزلاقية فائقة السرعة تفوق سرعة وعشر مرات سرعة الصوت ومن المحتمل أن يكون صاروخ طراز جزين كونك 2 الصيني وهو أحد الصواريخ فرط الصوتية جاري تطويرها جاهزاً للنشر بحلول 2025 وفي موسكو عقد الرئيس الروسي فلردمن بوتن اجتماعاً مع هيئة الأركان المشتركة وقيادات القوات المشاركة في الحرب على أوكرانيا واطلع بوتن على سير العملية العسكرية وعقد اجتماعات مع القادة العسكريين في أعقاب شن سلسل من الضربات الصاروخية والقصف على مدن أوكرانية عدة من بينها كييف اجتماع بوتن وقيادات هيئة الأركان المشتركة الروسية جاء في أعقاب شن موسكو ما وصف أو ما وصف بأكبر وأعنى في قصف منذ بدء الغزو على أوكرانيا وبحسب وكالة بلومبرغ فأن القوات الروسية استهدفت مناطق مختلفة بأكثر من 60 صاروخاً وتسببت في انقطاع امدادات الكهرباء والمياه داخل مناطق أوكرانية عدة موسيقى 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 ومع المنطقة في الدنيпро خارج المقام بكيوه وكيهو المنطقة في مستورنا نعمه عميّ من الناس بدون الانتشاكم يعمل بتأكيد سبب المنطقة ولكن منذ قبل الفيديو وسيله تحت بشيطات المشكلة في المقابل استبعد رئيس الأكراني فولدمير زيلانسكي قدرة الهجمات الروسية على تغيير موازين القوى على الميدان لذلك لذلك مستحيل جميلة وإنكتبات لتعود باستخدام رئيس الأكراني